الحلم بالعيش في أوروبا يزداد يوما بعد يوم رغم مخاطر رحلة العبور الجمة والتي تتحكم بها عصابات تهريب قادرة على تنظيم صفوفها بشكل كبير إذ ارتفعت نسبة عمليات العبور للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 300% بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الوكالة رصدت قرابة 42.200 عملية دخول خلال تلك الفترة مشيرة إلى عمليات عبور المنطقة الوسطى للبحر المتوسط بأنه الأعلى منذ بدأت الوكالة في جمع المعطيات عام 2009 الأرقام التي نرها الآن في المعابر الحدودية غير القانونية في الأشهر الأربع الأولى من هذا العام بلغت نحو 80 ألف عبور حدودية غير قانونية ونصفهم تقريبا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط لذا فهي زيادة كبيرة حقيقية ويمثل خط وسط البحر زيادة بنسبة 300% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهذا مهم للغاية ومع ارتفاع عمليات العبور غير القانونية تلك ترى الوكالة أن نسبة العبور من تونس لوحدها قد ارتفعت بنحو 1100% مقارنة بالعام الماضي وترجع الوكالة أسباب ذلك الارتفاع إلى استخدام قوارب بدائية وصغيرة عدا عن انخفاض أثمانها أعتقد أن السبب في ذلك هو وجود أعداد هائلة من المهاجرين خاصة من دول جنوب الصحراء الكبرى في الوقت الحالي في شمال إفريقيا وتونس وليبيا وخاصة تونس في الوقت الحالي نرى زيادات هائلة في المهاجرين على متن السفن أصغر وقوارب مؤقتة مصنوعة من المعدن في عضون 24 ساعة على شواطئ الساحل التونسية الوكالة نفت تعونها بأي شكل مع ليبيا كما نفت الاتهامات لها بالتحريض على عمليات إبعاد المهاجرين من خلال إبلاغ الليبيين بمواقع القوارب في مناطق البحث والإنقاذ الأوروبية ويأتي هذا النفي على خلفية اتهامات وجهتها جمعيات حقوقية من بينها Human Rights Watch للوكالة الأوروبية بالتواطئ في انتهاكات ارتكبت بحق مهاجرين في ليبيا عبر التعاون مع خفر السواحل الليبي لاعتراض القوارب كما حذرت بعثة أممية لتقص الحقائق من أن المهاجرين العالقين في ليبيا يتعرضون إلى تعذيب ممنهج وعبودية جنسية في إطار محاولتهم الوصول إلى أوروبا نناقش هذا الموضوع من بروكسل مع العبر خدمة سكايب رمضان مجزر الخبير في شؤون الأوروبية ومدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان أهلا بك معي أستاذ رمضان الهجرة حلم قديم ولكن حينما تتزايد أو يتزايد أعداد المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصل إلى مستويات قياسية هناك عوامل ساعدت في ذلك هل هو تساهل من الحكومات حكومات الدول التي من خلالها ينطلق هؤلاء إلى أوروبا أم هو أساليب جديدة يتخذها المهربون ودعم لربما يحصلون عليه من جهة ما حتى تسهل عملية التهريب مساء الخير هناك عديد من العوامل التي تساعد على أو أدت إلى زيادة وصول أعداد أكثر بكثير من المهاجرين أولا المحرك الأساسي هو قديم جديد هناك رغبة جديدة من هجرة شمال جنوب شمال وخاصة من دول أفريقيا شمال أفريقيا وقبلها دول العمق الأفريقي المهاجرين يجدون سهولة في ظل غياب الدولة مثلا في ليبيا وهي المنطقة الرخوة الوحيدة التي يمكن الحديث غياب الدولة فلذلك تنشط عصابات الجريمة المنظمة أو عصابات تهريب البشر التي بالتالي طورت من أساليبها وأدواتها وأصبحت لديها القدرة لنقل أعداد أكبر بكثير وبتكلفة أقل ولكن نرى الزيادة نسبتها ألف ومئة من تونس التي فيها رئيس جمهورية ودولة سأفأتي على الموضوع موضوع تونس ودول شمال أفريقيا الأخرى نتحدث عن تونس في الفترة الأخيرة المحرك في تونس هو الحالة الاقتصادية للشباب التونسي التي أدت بتراجع كبير في الاقتصاد التونسي وهناك أزمات كبيرة في السنوات الأخيرة أدت بتضاعف رغبة عدد كبير من الشباب إلى الهجرة باتجاه إيطاليا أو باتجاه أوروبا بشكل عام هذا المحرك وسهولة التنقل من تونس وقرب السواحل التونسية إلى السواحل الإيطالية هو الذي ساعد بمضاعفة أعداد الشباب التونسي الذي لم يكن يسعى للهجرة قبل سنوات طويلة ونتحدث حتى قبل سنوات الربيع العربي كانت نسبة قليلة جدا من المهاجرين التونسي تصل إلى أوروبا ومن يصل منهم معظمهم يصل بطرق قانونية عبر تأشير الدخول أو عبر عقد عمل أو عقد زواج لكن ما يحدث مؤخرا يبدو أن التغير المناخي الظروف الاقتصادية النزاعات في بعض الدول ونتحدث عن نزاعات قبلية وإقليمية وخاصة دول الساحر والصحراء التي فيها تواجد الجماعات الإرهابية التي تقضي على منظومة الأمن لكثير من الشعوب التي تلجأ إلى الهجرة إلى الشمال فتكون عبءا على دول الاستقبال مثل ليبيا، تونس، الجزائر المغرب التي تعاني من هؤلاء المجميع ولا تجد مساعدة كافية من وهنا يأتي السؤال هل هذه الدول دول الانطلاق نحو أوروبا تعتبر دعني أقول اللاجئين ورقة ضغط على أوروبا حتى تحصل على مساعدات في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور لديها كتونس مثلا أو حتى في ليبيا إطلاقا هذه الدول هي أيضا ضحية مثل أوروبا هي دول لديها أزماتها لديها رغبتها في حل مشكلة البطالة فتجد أن جميع من المهاجرين الأفارقة من قلب أفريقيا هم يحملون دول اتحاد الأوروبي مسؤولية ويريدون أن يتقاسموا المسؤولية هذه العبء هؤلاء مع دول اتحاد الأوروبي كان في السنوات عبر اتفاق كتونو عام 2010 أن تقوم دول اتحاد الأوروبي بتنشيط مشاريع تنموية داخل العمق الأفريقي لتخفف جميع المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى القرى العجوز أو يمثلون ضغطا على سواحل المغرب وتونس والجزائر وليبيا ولكن أنا بتقديري أن دول الممر دول شمال أفريقيا هي أيضا ضحية هجرة غير شرعية تقوم بها مجميع من مئات ألاف الأفارقة الهاربين من الفقر من المجاعة من الحروب ويعتبرون منطقة شمال أفريقيا ترانزيت منطقة انتظار وانتظار يقلق وهو عبء كبير على هذه الدول جميعها بالمقابل دول الأوروبية تبدأ تتذمر وهناك غضب شديد من دول مثل النمسا، مثل هولندا، مثل نرويج التي بدأت تتذمر من وصول هؤلاء عبر المتوسط بالمقابل دول الممر تحتاج بالفعل إلى مساعدات كثيرة أخطأت وكالة خفر السواحل الأوروبية عندما قدمت بعض المساعدات إلى الشرطة أو خفر السواحل الليبية في ظل انعدام استراتيجية للتعامل مع هؤلاء اللاجئين وهناك كثير من انتهاكات تحصل لهؤلاء اللاجئين الذين يتم إعادتهم إلى ليبيا ويضعون في كما تعرف بالتأكيد أستاذ رمضان ولكن هناك سؤال تعرف أن لدى يعني لدى بوتن من خلال فاغنر مثلا في ليبيا أيدي هناك الحرب الروسية على أوكرانيا يحاول بأي طريقة الرئيس الروسي أن يقلق أوروبا ويزعج الحدود الأوروبية من خلال أي شيء يستطيع أن يقوم به هل يمكن أن يكون للنظام الروسي الدور في دعم هذه الجماعات التي تعمل على تهريب هؤلاء إلى أوروبا إذا كنت تقصد أن مجاميع فاغنر تسهل مرور ووصول جميع المهاجرين الأفارقة إلى الحدود الأوروبية ببغية تقويض حالة الوحدة الأوروبية من خلال تفعيل أزمة ملف اللاجئين مجددا يمكن ولكن لم يثبت هذا فاغنر تمارس عمليات قتالية في دول الساحل والصحراء وفي ليبيا وإن كانت تجند بعض هؤلاء ضمن عمليات القتالية وارد ذلك في تقارير مراكز أبحاث عديدة ولكن لم يثبت حالة حتى الآن أن فاغنر تقوم بنقل المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا هم قبل وجود فاغنر يستخدمون هذه الطريقة بالإمكان القول أن فاغنر يمكن أن تمارس بعض التسهيلات لوصول أعداد أكبر إلى السواحل الليبية وهي تعلم جيدا أن هؤلاء عندما يصلوا إلى السواحل الليبية لن يعجزوا الوسيلة سوف يحاولون ويحاولون كمنظمات دولية أين وصلت هذه المنظمات لإيقاف هذه الهجرة إلى أوروبا أو إلى مكان في العالم هذا مشروع كبير جدا حتى الأمم المتحدة عجزت عن حل هذه القضية يجب تكاثف الجهود بين دول الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة دول الممر دول شمال أفريقيا أقصد ودول المنبع دول الأفريقية يجب تقديم مساعدات ومشاريع تنموية في دول أفريقيا لتخفيف أعداد المهاجرين وليس للقضاء على قضية الهجرة قضية الهجرة هي قضية قديمة لا يمكن حصرها وهي مستمرة طالما استمر البشر في الحياة على الأرض ولكن أفريقيا تستحق كثير وبحاجة لكثير من مساعدات أوروبا التي أفرغت خزائن أفريقيا بعد مئات من السنوات والاستعمار من واجبها أو من حق أفريقيا أن تستعيد بعض مقدراتها كمساعدات من حق هؤلاء الشعوب الأفريقة إذا ما أرادت أوروبا تخفيف أو القضاء على أزمة المهاجرين يجب عليها أن تتقدم إلى الاستثمار في أفريقيا لتخفيف أعداد المهاجرين القادمين إلى أوروبا كل الشكر لك من بروكسل عبر خدمة سكايب رمضان أبو جزر الخبير في أشؤون الأوروبية وأنت أيضا مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان شكرا لك ولي وقتك شكرا لك شكرا لك